السلام عليكم حل كتاب بيت باي بيت للصف الثالث الاعدادي ترمي تاني الوحدة الحدية عشر الدارس الثالث والرابع كنا حل لنا كتاب نفس الدرسين تالت والرابع من كتاب جيم وكتاب المعاصر وده وقت كتاب بيت بيت بسئلة طبعا تعتار متشابهة السؤال الاول لو شي بدني او جسدي ايبالياجيها بتعمله قاسمات بعض الناس مدمنة استخدم موقع التواصل الاجتماعي بالجابة نمبر بي برضو. السؤال السادس. السالس. الكتاب الذي قرأته امس كان رائع لنمبر سي. انا اريد ان اقرأه مرة اخرى. السؤال الرابع. هؤلاء لاعبين جيدين جدا. السبب في خسارتهم هو سبب نفسي للجابة نمبر بي. هم لا يعتقدوا انهم الافضل. يا السؤال الخامس. I always my son to give I always encourage my son to give money to poor people. انا دائما اشجع بالجابة نمبر دي. انا دائما اشجع ابني لتبرع بالمال للفقراء. السؤال السادس. I was able to persuade my parenthesis that I needed a new mobile. انا كنت قادر اني اقنع والدي عبا لجابة نمبر بي. اني احتاج الى موبايل جديد. حل اسألت الممور. السؤال الاول. this mobile phone is الاولية صفحة ستين. this mobile phone is very useful. هذا الموبايل هو مفيد. it can send emails and take photos. هو يستطيع ان يرسل رسائل الالكترونية ويلتقط صواري بالجابة نمبر سي. السؤال الثاني. you can play a sport instead. instead. من الفعائل اللي بيجي بعدها حرف guard of instead of بدلا من. يبقى you can play a sport instead of watching too much TV. انت تستطيع ممارسة الرياضة بدلا او لعب الرياضة بدلا من مشاهدة التلفاز لفترة طويلة. السؤال الثالث. physical addiction is when your body thinks that it needs it needs something. يبقى physical addiction اللي هو الادمان البدني هو عندما يعتقد جسمك انه يحتاج الى شيء ما. بالاجابة number b addiction اللي هي السؤال الرابع. I try to be very when I visit my grandparents. يبقى I try to be very helpful. ايه. لجابة number d. انا حاولت ان اكون متعاون عندما زرت جدية. I clean their kitchen. انا نضفت مطبخهم and sweep the floor وكنازة الارضية. صفحة واحد وستين. السؤال الخامس I encourage my younger brother. نوات hard. انا شجعت اخي الاصغر انه to work hard ان يعمل بجدية. encourage بيأتي بعدها مفعول او شخص ثم تو بعدين فعل في المصدر. يبقى people who are addicted to drugs need help. الناس الذين يدمنون المخدرات يحتاجون الى مساعدة. بالاجابة number b. السؤال السابع. my dad always make sure that we sleep early. ابي دائما يتأكد اننا ننام مبكرا. السؤال الثامن. بالاجابة number a. السؤال الثامن. you should never be rude to people. انت ينبغي ان لا تكون واقح توبيبول الى الناس. always talk nicely. دائما تكلم بلوطف او بادب. السؤال التاسع. the basketball team are very successful. يبقى فريق كرة السلة. كان ناجحا جدا. they have won all zero games. هما كذبوا كل المباريات. this great. هذا شيء عظيم. الاجابة number c. السؤال العاشر. a cigarette is bad for you. السجارة ضر لك. smoking is really dangerous. التدخين حقا خطير. يبقى لكابة number b. انما الاسئلة بموقف. صفحة 62. your friend regret smoking is regret yesterday. صديقك ندم ان دخان سجارة امس. هتقول له ايه? اقول له طبعا الوم عليه. اللي هو استخدام should or shouldn't ثم هاف. ثم تصريف الثالث للفعل. يبقى هنا اقول shouldn't have زى التصريف الثالث اللي هو لا ينبغي. you shouldn't have smoked a cigarette yesterday. you shouldn't have smoked a cigarette yesterday. كان ينبغي عليك ان لا تدخن سجارة امس. الثوال الثاني. your friend walked in the rain wearing a shirt. صديقك. يمشي اسفل المطار ارتدي تي شورت. يبقى you should have taken an umbrella. كان ينبغي عليك ان تاخد الشمسية. umbrella. طب السؤال الثالث. your little brother ate a lot of sweets and now feels ill. اخوك الاصغر او الصغير اكل حلوة كثير وهو الان مريض. يبقى انا حلو معنى you shouldn't have eaten a lot of sweets. كان ينبغي عليك ان لا تأكل كثيرا من الحلوان. هذه هي اجابات مرة تانية. يبقى اجابات الموقف. هذه هي اجابات من الاختيارات. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.